الجيش المصري قادر على إنهاء التواجد التركي في ليبيا هكذا عنونت وكالة أوروبا برستقريرها تعقيبا على الغزو التركي الغاشم لليبيا عبر بوابة حكومة الصخيرات ذات الشرعية المزعومة وأضافت الوكالة أن مصر أكدت مجددا أنها لن تقبل أي انتهاك لخطوطها الحمراء من جانب تركيا لفتة إلى تصريح وزير الخارجية المصري سامح شكري أن بلاده تعرضت لاستهداف من قبل تنظيمات إرهابية انطلاقا من ليبيا مشددا على أن مصر ستدافع عن مصالحها القومية وتابعت الوكالة أن العديد من الخبراء الأوروبيين أكدوا بالفعل أن الجيش المصري يمكنه هزيمة القوات التركية وطردها من ليبيا قبل أن تتمكن أنقرة من إرسال تعزيزات في حالة مواجهة شاملة بين البلدين وأضافت الوكالة أن ما يميز مصر في ليبيا هو الحدود المشتركة التي تمتد 1115 كم وتسمح لها بنشر قواتها بسرعة في ليبيا بالإضافة إلى أنها تستفيد من قاعدة محمد نجيب القاعدة الأكبر في الشرق الأوسط والتي تقع بالقرب من الحدود الليبية بالإضافة إلى ذلك أن القوة المصرية معتادة على القتال في الصحراء بسبب عمليتها في صحراء سيناء ونقلت الوكالة قول شكري في مؤتمر صحفي أن مصر أجرت خلال الأيام الماضية مشاورات كثيفة مع الدول العربية والشركاء في الساحة الدولية للتأكيد على أن الموقف المصري ساعل لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا في إطار وقف إطلاق النار وأردف أن مصر لا تهدف إلى التصعيد لكنها تسعى إلى تحقيق استقرار الوضع في الساحة الليبية من الناحية العسكرية وخلق مجال لإشراك كافة مكونات الشعب الليبي في العملية السياسية وبالتالي فإن مصر بحسب الوزير المصري سوف تدافع عن مصالحها وأنها ستستمر في دعم المصاري السياسي ولكنها لن تقبل بأي شكل من الأشكال وأي نوع من أنواع التعدي أو اختراق الحدود التي تم تحديدها للدفاع عن المصالح القومية والأمن القومي لمصر وليبيا علي الفادي ليبيا الحدث ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة